قصة الرجل الذي اضحك الله فاخرجه من النار وادخله الجنة قبل الدخول في التفاصيل لا تنسى الاشتراك بقناتنا فكرة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا هو اخر رجل يدخل الجنة من امة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام ففي الحديث الذي رواه الامام مسلم من حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال المصطفى اخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي على الصراط مرة وهو يكبو مرة وتسفعه النار مرة اي تلتمه وتضربه فاذا جاوزها التفت اليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احدا من الاولين والاخرين فترفع له شجرة فيقول اي ربي ادنني من هذه الشجرة استضل بظلها واشرب من مائها فيقول الله تبارك وتعالى يا ابن ادم لعلي ان اعطيتك اياها سألتني غيرها فيقول لا يا رب ويعاهده ان لا يسأله غيرها وربه يعضره لانه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها واشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي احسن من الاولى فيقول يا رب ادنني من هذه الشجرة لاشرب من مائها واستظل بظلها ولا اسألك غيرها فيقول يا ابن ادم الم تعهدني انك لا تسألني غيرها فيقول علي ان ادنيك منها ان تسألني غيرها فيعاهده ان لا يسأله غيرها وربه يعضره لانه يرى ما لم صبر عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها واشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي احسن من الاولين فيقول اي ربي ادنني من هذه الشجرة لاشتظل بظلها واشرب من مائها ولا اسألك غيرها فيقول يا ابن ادم ان لم تعهدني ان لا تسألني غيرها قال بلى يا رب هذه ولا اسألك غيرها وربه يعضره لانه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فاذا ادناه منها سمع صوت اهل الجنة فيقول يا رب ادخلنيها فيقول يا ابن ادم ما يرديك مني ايرديك ان اعطيك الدنيا ومثلها معها قال يا رب اتستهزئ مني وانت رب العالمين فضحك ابن مسعود فقال الا تسألوني مما اضحك قالوا مما تضحك قال ضحك رسول الله فقالوا مما تضحك يا رسول الله قال من ضحك رب العالمين حين قال اتستهزئ بي وانت رب العالمين فيقول لا استهزئ بك ولكني على ما اشاء قادر ان اعجبك هذا الفيديو فلا تبخل علينا بضغط زر الاعجاب للفيديو والاشتراك بقناتنا فكرة ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر